في بغداد يتكرر مشهد انتزاع الأراضي من مالكها بالقوة ونقل ملكيتها بسندات مزورة أو تجريف الأراضي الزراعية من قبل أحزاب السلطة وميليشياتها بذريعة الاستثمار وسط غياب تام للدور الحكومي والقانون ففي العشرين من عام الماضي استولت ميليشيات متنفذة بالقوة على أراضي مملوكة لمواطنين في منطقة الجادرية وسط بغداد لتجريفها وإقامة مجمعات سكنية وعقارات لما يخالف قانون الأراضي الزراعية في ظل صمت حكومي تام خبراء قانونيون أكدوا من جانبهم وجود جهات سياسية كبيرة تقف خلف الموضوع مبينين أن ما يحصل في الجادرية يتمثل بوجود جماعات مسلحة لا تمتلك صفة قانونية وأن أغلب دوائر التسجيل العقاري هي دوائر غير نظيفة فيها رشا وتزوير بدليل أن المحاكمة تغص بقضاياهم ويعد الاستثمار في العقارات وبناء المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمطاعم طريقا سهلا لغسل أموال الصفقات الفاسدة التي تجنيها الطبق الحاكم من زعماء ميليشيات وأحزاب متنفذة ولا يقف التجاوز على أراضي الدولة والمواطنين والاستيلاء عليها إلى هذا الحد فقد تجاوزه إلى أراضي الأوقاف والمساجد وساحاتها في تطور خطير في ملف الاستيلاء على الأراضي واستثمارها لصالح جهات متنفذة كما حدث مؤخرا مع جامع عمر المختار في منطقة اليارموك ببغداد وتشهد بغداد انتشارا غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة برزت على إثر انتقادات واسعة لهذه المشاريع والاتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسل الأموال وانتزاع أموال المواطنين بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقاق في إيها وتدفع الجهات المتنفذة باتجاه استثمار أموال تم الاستيلاء عليها من صفقات فاسدة على مداري عشرين عاما في مشاريع داخل العراق بعد أن ضاقت السبل أمام تحويلها إلى الخارج نتيجة المراقبة الدولية والعقوبات الأمريكية على مصارف تابع لميليشيات وأحزاب في العراق ترجمة نانسي قنقر